ولك شو هاد؟ هيا حلوين الكل سألني عن الدبل لينر كيف نرسموه دعوه مع بعض نعمله سوا رح ناخد اللينر ونرسم على حد الرمش فقط وننزل شوية صغيرة لانه كون انا عيوني غايرة فلازم ابعد شوية عن العظمة لحتى ارسم على اللينر كتير حلو متل ما شفتوا عبيت صح هلق برجع بطلع باللينر والخط يلي بديه طول اللينر وحجمه هادا شهتوا عم بيرجع لكون ولكل حدا شو بيحب برجع بأكدوا بعبي يكون خط متوازي بشكل عام وكله لون اسود متل ما شايفين رح ارجع ااخد وكمان عبيلون اسود على طول امشوا باللينر على مهلكون لحتى ما تخطوا وتمسحوا بالعكس اعملوا من اول مرة تمام هذا الدبل اللينر رح نعمله هلا اللي هو خط من فوق اللي كريس متل ما كون شايفين انا بعمله بها الزاوية هايدي بما يتناسب مع شكل عيني وكل حدا له زاوية مختلفة طبعا حسب شكل العين متل ما شفتوا برجعها بعبي رح تخنوا شوي من قدام وارجع نحفو من ورا وهذا الشي رح يعطيني شكل كتير مدبب ونفس الوقت حلو فين يتركوا وفين يدخلوا لجوه كمان شوي صغيرة كل واحد حسب تذوقه طبعا رح ارجع عبي السواد مشان يكون السواد واحد من يكون في فراغات وشفتوا متل ما انتم انا فين اعملوا لين وفين اعملوا شويها بشكل مثلث متل ما انتبهتوا بالمنفؤ من تحت انا عامله رح نخلي هيك لا رح نلعب شوي بالمدمع متل ما كون شايفين مدمع رقاحه تخط صغير رح اعمل تقريبا كمان دبل لينر على المدمع خط الاول مبدئي والخط التعني رح اخد مثلث صغير وخط يعني رح يكون عند المدمع بالزاوية الداخلي مثلث صغير وبعدين خط نحيف يلتقى مع الخط الاول اللي عملته هذا الشرح يعطيني منظر كتير متناسب ومتناظر مع بعض ولا اسهل مدى باللعنر كمان دبل مدمع طبعا نضيفوا عليه بتكون يا من الوان الجليتر او الوان الشادو شو رأيكم بالنتيجة يا حلوين وهي عملت لكم لك جديد بتحبوا يتعاملوا هيك شي ولا لا خبرين بالتعليقات اشتركوا في القناة